تدريب شامل على التفتيش الموقعي بمقتضى معاهدة الحظر الشامل لتجارب النووية بمشاركة أكثر من 200 خبير دولي يعد التفتيش الموقعي هو الأكثر فاعلية من أجل التثبت من حدوث أو عدم حدوث تفجير النووي خبراء الكشف عن إجراء التجارب النووية وفدوا إلى الأردن من مناطق مختلفة في العالم الهدف هو إجراء تدريب يحاكي محاولة الكشف عن إجراء تجربة النووية التفاقية حظر إجراء التجارب النووية لم تدخل حيز التنفيذ بعد بسبب عدم تصديق كل من الصين وإيران والولايات المتحدة ومصر عليها وعدم توقيع الهند وباكستان وكوريا الشمالية عليها من الأساس لكن لماذا اختارت منظمة اتفاقية حظر إجراء التجارب النووية الأردن في هذه المرة لإجراء التدريب حقيقة منطقة البحر الميت هي منطقة جيولوجية فريدة في تركيبها حتى في العالم وبتعرف أن منطقة البحر الميت تعتبر أخفض منطقة في الكرة الأرضية وهي بحدود الـ 420 متر تحت سطح البحر هذه تتميز بوجود الشواهد والتركيب الجيولوجية المختلفة بإضافة إلى وجود يسموها سينك هولز اللي هي الفراغات اللي بتحدث هذه داخل الكرة الأرضية كل هذه التجارب تهدف إلى أعداد فريق قادر على تنفيذ الكشف الموضعي عن إجراء تجربة النووية في أي وقت وبأي دولة بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء وسوف يختبر التمرين أحدث التقنيات في مجال التفتيش الموقعي بما في ذلك أدوات الكشف عن آثار أنويدات المشعة ذات الصلة فوق سطح الأرض وفي باطنها وكذلك في الجو كما سيتم استخدام بعض التقنيات الأخرى لإجراء مسح أرضي باستخدام ترددات غير مرئية للعين البشرية محمد طه بي بي سي ترجمة نانسي قنقر